اشتركوا في القناة كثير سهل إن شاء الله وكثير بسيط ركزوا معي بس طلعوا على الصورة الحلوة هاي طلعوا هاي شو منسميها هاي كلية هون منسميها هون حالب هون منسميها المثانا هون مجرى البول الفضلات بتنتقل من الحالب وبنصف الفضلات في الكلية ديروا بالكوا بهاي الطريقة طيب هون اكتب أجزاء الجهاز البولي ما احنا شفناهم هيا هون الكليتان الحالبان المثانا وقناة ومجرى البول هذول هم الأجزاء اصف شكل الكلية كيف شكل الكلية زي حبط الفصول اكتب اسم الجزئين الذين يقومان بربط الكليتين مع المثانا شو منسميهم الحالبان وبنقل الفضلات اللي بتكونين في الكلية للمثانا تتجمحناك مشانا تخلص منها خارج الجسم اصف شكل المثانا وابد اكتب اهميتها المثانا زي وعاء عضلية بجمع في الفضلات تتخلص من هذه الفضلات بانقباض العضلات المحيطة بالمثانا يسمي الجزء الذي تنتهي به المثانا وما اهميته شو اللي بنتهي في المثانا بقناة مجرى البول تخرج الفضلات عن طريقه بسبب انقباض العضلات المحيطة إليه خارج الجسم ويعدي الجهاز البولي احد اجزة الان Его الى اخراج الجسم لانا يسخلص من بعض الفضلات الجسم وباخرجها خارج الجسم عن طريق الجهاز البولي هناك اجزة اخرى يضحها من الفضلات زي الهضم والجلد ارسم في دفر الجهاز البولي في جسم الانسان و اضع لي الاجزاء الى عمل الجهاز البولي اي شي اريان الكلوي بيحمل الدم والفضلات ووريد كولوي يحمل الدم النقي يدخل الدم وسخيك وبيطلع دم نقي من هنا وهانا شو بيود الحالب منقل البول لك تدير بالك هاي هان الشريان في دم مفضلات الوريد بيحمل دم نقي تعطي العضلات المحيطة بالمثانا ومجرى البول عضلات إرادية بتحكم الإنسان في عملية تخلص من الفضلات المتجمعة في المثانا عبر مجرى البول شو بيسمى الوعاء الدم أو البنقل الدم إلى الكلية لتصفيته شو منسميه شريان كولوي شو منسميه شريان الكلوي هاي الشريان الكلوي اثنين وعدد المواد بيحملها الدم الوارد إلى الكلية من الجسم شو بيحمل مواد الدم والفضلات السائلة الأملاح وبعض الماء ومواد أخرى شو بيسمى الوعاء الدم والبنقل الدم بعد تصفيته في الكلية إلى الدورة الدموية الوريد الكلوي شو بيسميه الوريد الكلوي وعدد المواد التي بقيت في الوعاء الدموي الصادر عن الكلية وشو المواد اللي ضال بضال دم ومي وبعض المواد المفيدة يرشح بعض الفضلات السائلة والأملاح الزائدة عن حاجاتها الجسم من الدم إلى الكلية شو منسميها البول وين بروح البول وشو مكوناته يا حلوين هذا بروح دم فضلات سائدة من جسم الإنسان بوصلها لجهاز البول بتروح الكلية بيصفيها من هاي الفضلات بتعيده إلى القلب خالي منها وثم بتخلص من الفضلات خارج الجسم البول وين بروح بيروح خارج الجسم الدم بيرجع البول شو ماله بيروح خارج الجسم لأين يتجه البول إلى خارج الجسم شو مكوناته ميا وأملاح وفضلات شو بدي يكون بهاي الطريقة واضح يا حلوين وهي كي بيكون الدرس الصادر انتهى كثير سهل وكثير بسيط العلوم بس إفهم الأفكار هاي يعطيك العافية شوف الكليا الشريان الكلوي والوريد الكلوي بدك تدير بالك شوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء